بالتأكيد كان البعض بينتظر أنه يبقى فيه كلام من الرئيس السيسي يتعلق بالعامل الاجتماعي أو يتعلق بالمضمون الاجتماعي أو بالعدالة الاجتماعية صحيح فيه خطوات بتتخذها الحكومة لكن كيف يمكن أن نحصن الغلابة والبسطاء كيف يمكن أن نحصن المواطنين الذين لا يستطيعون مواجهة هذه الأعباء الاقتصادية منذ قليل في إفطار الأسرة كما اعتاد الرئيس السيسي فيه مجموعة من الخطوات اللي فيها انحياز للعوامل الاجتماعية وللمعايير الاجتماعية وانحياز لمحدود الدخل أهم هذه الخطوات زيادة الدعم النائدي في الشهر للفرد في بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لعدد 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحق برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة قرار علاوة دورية للمخاطبين بالقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها وعلاوة غلاء استثنائية 7% وبحد أدنى 130 جنيها علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10% بحد أدنى 65 جنيها وعلاوة غلاء استثنائية 10% بحد أدنى 130 جنيها زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدود الدخل بقيمة بتبلغ ما بين 7 إلى 8 مليار جنيه وقف العمل بدريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات ده ليه علشان يخفف الأعباء على القطاع الزراعي ده أهم الخطوات اللي أعلن عنها في إفطار الأسرة أعلن عنها الرئيس السيسي منذ قليل وده ليه لأن بالتأكيد القضية الأولى اللي بتهيمن على الساحة هي قضية ارتفاع الأسعار وقضية الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه فكيف يمكن مساعدة محدود الدخل ومساعدة العائلات التي لا تستطيع مواجهة الأعباء على ذلك ده أهم الخطوات اللي تم الإعلان عنها وزي ما بقول لكم هي كلها بتدخل في نطاق العدالة الاجتماعية إزاي إنها يمكن أن تكون انحيازا للغلابة والبسطة ترجمة نانسي قنقر